أصيب ثلاثة أطفال ومدير مدرسة في قرية كابول بجراح متفاوتة في جريمة إطلاق نار صباح الأحد ووصفت حالة أحدهم بالخطيرة هذا وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابين ومن ثم جرى نقلهم إلى مشفى رنبام في حيفا لاستكمال العلاج هذا وأعلنت الشرطة عن فتحها التحقيق حول ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به وفي مدينة الرمل اعتدى جنا مجهولون على مدرسة الأمل الإعدادية وتسببوا بأضرار جسيمة وخسائر فادحة للمدرسة من خلال تخريب الممتلكات وإضرام النار ببعض المعرشات وتحطيم عدد من الصفوف المدرسية والنوافذة